شادي محمد هو نجم قط اللبس النهاردة منوارنا يا شادي حبيب أميد وحشني كتير جداً عجبني الحالة دي حاسنا احنا في قط اللبس في جبد حبيب انت عدت طبعاً اهمية قط اللبس في اي فرقة كورة طبعاً وانت كنت كابتن الاهلي سنين طويلة ايه اللي حصل خلى جوزيه ياخد القرار يعني ان شادي محمد هو يبا كابتن الفرقة رغم من الحضري اقدم من شادي بفترة كبيرة جوه الاهلي ايه اللي حصل في قط اللبس هل القرار ده هل القرار ده هز قط اللبس ولا كان فيه تماسك كبير سوقتها لا مفيش خليني اقول لك النادي الاهلي فيه سيست مش بعتمد على كابتن فرقة او مجلس ادارة الواحده او جهاز فني الواحده وترسى عمل ترسى العمل بداية من الجماير ثم مجلس الادارة ثم جهاز فني ثم العيبة لو حاجة في النص فيه عطلانة في النص ترسى مش هيكل وده سبب نجاح النادي الاهلي صح بس على فكرة يا شدي يعني الموقف زي ده في اي نادي حتى في اي نادي في العالم مثلا مريم مدريب نادي كبير في اي نادي في العالم موقف ان انت تسحب الشرق من 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 اللعيب كبيرة تديها اللعيب تاني أول حاجة محتاجة مدرب قوي الشخصية جدا طبعا إحنا عارفين إنه جزي شخصيته قوية جدا ومحتاجة كمان لعيبة عندها شخصية مش بتعرف تلم معه خليني أقول لك كان بيتقال جملة في التوقيت دوت جملة مهمة جدا النجم هو الفريق يعني ممكن تقابل في الشرع أبو تريكا انت بتشوفه نجم النجوم بتقابل بركات لكن الراجل كان من أول يوم عامل حاجة لطيفة جدا قاعد معانا قال من أول عامل غرف الملابس لغاية المدير الفني إحنا واحد أنا اللي بكرر من اللي يلعب مفيش عندي نجم اللي عايز يشوف نجوم يبص في السماء يلاقي نجوم كتير جدا عايز نسمشي على الأرض النجومية مسئولية واستمرارية النجومية مسئولية واستمرارية اللي انت تفضل كل مطشط وبقى أحسن من تانية عشان بتحافظ على مكانك بتوصل لأهدافك كمان في نهاية السيزون لما يبقى أنت الحداشر لعيب اللي موجودين اللي بيلعبوا والناس اللي بتدخل عليهم في مسئولية وفي نجومية في كل مباراة وما تقدرش تحدد كنت ما بتحتار في الجيل بتاعنا تقول كل ما تشتلاقي أربعة خمسة سبعة تمانية فلما يتسحب الشارع أولاً لما تسحبت الشارع هو كان وردي يبقى لعيب غير شادي وياخد يعني أنا مش طرف في الموضوع هو كان فيه مشكلة وفيه أسرار في الموضوع ده على فكرة يعني حتى اللي بيقال والإعلام قاله جزء منه كبير مش حيء وكانت مشكلة كبيرة ما بين صمنه وهو أخذ القرار من من الملعب بعد بعد أحد المباراة يعني ففي غرفة أو في قطة اللبس عمل اجتماع مدته كان دقيقتين وما حدش عارف وعيقول إيه يعني حتى ما قالكش أنت ما قالتش لأي حد حد ما قالكش أنت عشان كابتن فرق ما حصلش كده في النادي الأهلي بالأقدمية بالأقدمية ليه عشان البعض اللي بيعمل حلعة باسية والنادي الأهلي ليه ليه خصوصية ممكن اللعيب يبقى قبل اللعيب بثلاث سنين يتعلم حاجات كتير جدا محتاج عشرين سنة تتعلم كنت قدم واحد وما كنتش بس هو عمل الاجتماع وكان حسام كان مدرب ومدير كورة فهو كم كمان بيترجم اليوم ده فقال مين اللي بعد عصام في الكابتنة من درجة ما كنتش عارف أساسا عمرك بتخيلت أن عصام مش في دماغ يعني عصام عمل زي محمد أبوسول بس بس الحقيقة برضو يحسب العصام إن هو فضل محترف فضل مركز القرار ده مؤثرش عليه فنيم بشكل كبير هو الأعلام اللي اختلق المشاكل وخلي بالك إحنا في الأول في الآخر تيم واحد والحب والاحترام ده جزء كبير من نجاح يعني عصام واحد من أفضل حراس المرمى في مصر بل الأفضل وقيمة كبيرة جدا فبرضو لي وضعه جواه الفرقة مش معنى اللي حصل موقف زي ده اللي إحنا كنا نقلل مفيش الكلام ده الأعلام با كان بتصايد أخطاء يعني مشاكل من غير مشاكل ولكن ما بيننا ما كانش فيه الكلام ده خالص ولما تقال في الغرف مين كابتل الفرقة من اللي بعد عصام في اللقدمية فأنا رفعت إيدي يعني بعد وقت كمان مش على طول إن كنتش عارف حاجة فراح جاي الراجل قال من اللحظة دي أنت كابتل الفرقة الموضوع انتهى الموضوع انتهى لأنه هو كمان الراجل قال جملة أنا فاكر قال لو ادخل رئيسي أنا رئيس الفرقة والجابتن حسن حمدي رئيس النادي المدير الفني هو اللي بيقود للنجاح مع مجلس الإدارة مع اللعيبة ولكن فيه قرارات أنا المسؤول عنها قال كده بالزبط وكان رد فعلا لصام أي يعني صام خالص وده زكاء برضو يعني اتعامل بزكاء كبير مع الموقف كنت بتزعل أو لسه بتزعل الشراء خليل بشتركوا في القناة